من أول أفعال اللي أنت بتعلم لغة إنجليزية هو فعل look وlook بمعنى ينظر اللي يزيز بقى في الموضوع إن فعل look ليه أكتر من معنى ومعنى بيتغير حسب ال preposition أو حرف الجر اللي جاي بعده ودي حاجة في الإنجليز اسمها phrasal verb بس من غير موجه دماغك خلنا نقول إن احنا نهاردة هنتعلم أكتر من معنى look زي look at, look after, look for, look down on, look up to, and look forward to أول معنى معنى هو look لما بتيجي مع at بمعنى انظر إلى أو بص على فلما أقول لك خلينا نديك مثال لزيز كده عشان تفتكي بها look at look at فتكت, I think she's very fat من أكل الكريبات look at فتكت, بص على فتكت, I think she's very fat بتاني نادخينة جدا تاني معنى معنى وهو look لما بتيجي معا after حق في القرية after بمعنى معنى يعتني بي look after your master and you'll learn faster يعني اعتني بالmaster المعلم بتاعك أو المعلم بتاعك and you'll learn faster كنت هتتعلم أسرع اعتني بي بتفهمين الناس بتاخد معي محشي بقى عايز المحشي جدا تالت كلمة معي أنا و تالت حاجة النهاردة look لما بتيجي مع for بيبقى لها معنى تاني خالص زي ما احنا شايفين بتبقى بمعنى يبحث على او يدور على حاجة look for the money on the floor دور على الفلوس على الارض look down on look down on عارفين الترين دلوة طالع اليومين دول يقول لك انت كحيان يا محمد look down on يعني تبص لحد نظرة فيها استعلاقة look down on تمام يعني تبص لحد look down ممكن يبقى لها معنى حرف بمعنى تبص لتحت او ليها معنى تاني اللي هو احنا نقصوده النهاردة انك تبص لحد او تبص على حد نظرة ان انت احسن منه فمسلا خديني مثال look down on me i'm not your baby يعني انت ما تبص ليش البصة اللي فيها تعالي ديت زي ما تكون احسن مني تماما مش الببي بتاعك يعني look up to يعني العكس بقى بتاع look down on يعني تبص لواحد نظرة انه هو حد احسن منك you consider him your idol يعني بتعتبر انه هو المسل الاعلى بتاعك فمسلا طول a i look up to محمد صلاح فبعتبر انه هو مسل الاعلى look up to someone يعني بتعتبر حد هو مسلك الاعلى اخر حاجة النهاردة وهي look forward to يعني يتطلع الى وبيجي بعدها الفعل ما حطوط عليه ing i'm looking forward to meeting you بتطلع للقاءك and i thank you too ترجمة نانسي قنقر